استكمالا للوحدة السابعة تخصيص التكاليف المنتجات المشتركة والفرعية مازلنا مع مثال اتنين حلينا في المحاضرة الماضية جزء من المثال نتذكر مع بعض ان ده رأس السؤال كان مديني ثلاث منتجات مشتركة ثلاث منتجات مشتركة ألف وباء وجيم ومنتج فرعي دول كان مشتركة منتجات مشتركة وده فرعي وكنا من المعطيات ايضا كان عاطيني التكاليف المشتركة وتفاصيلها وكان ايلا ان المنتج العرضي لا يعالج ضمن الاراضات العرضية في قيمة الدخل وبالتالي يعالج بالتخفيق وكنا وصلنا في خطوات الحل بعد ما رسمنا الرسمة وصلنا الى معالجة المنتج العرضي بخصمه خصمناه من التكاليف المشتركة قبل ما نوزحها ثم بعد ذلك حسب نأصف القيمة البيهية لان يودعها في التوازيع لأن المنجم هذه الاتين وعربين ألف بقىak نصيب ألف اضرب الثنين وعربين ألف 40 على 105 ألف طب نصيب باء يب بعد الثنين واربين ألف برضو بس اضربها فيه 45 ألف على 105 ألف نصيب جيم الـ 42 ألف تنضرب فيل 20 ألف على 105 ألف فطلعنا نصيب كل منتج نستكمل الآن بعد ذلك نتكلم عن تحديد تكلفة المغزون آخر المدة عشان نحدد تكلفة المغزون آخر المدة الأول نحدد كمية المغزون ودي سهلة وعرفناها في الأمثلة السابقة نجيب المغزون إزاي كمية الإنتاج نقص كمية المباعات يديك كمية المغزون فالمنتج ألف كان عاطيني كمية الإنتاج منه 4000 والمباع 3500 يبقى الفارق بينهم المغزون كميته 500 واحدة باق كانت كمية الإنتاج منه 5000 واحدة والمباع 4800 يبقى المغزون منه 200 واحدة جيم 3000 ده اللي أنتجناه والمباع 2000 يبقى المغزون منه 1000 نجيب تكلفة المغزون إزاي؟ بعد ما حددنا كمية المغزون فأولا سانيا نحدد تكلفة المغزون تتحدد من العلاقة الراضية اللي احنا خدناها قبل كده في المثال السابق أو التكلفة المغزون أخر مدة من كل منتج بتساوي تكاليفه المشتركة زائد الخاصة على كمية إنتاجه في كمية المغزون منه هنطبق العلاقة الرياضية دي لألف والباع والجيب ده للمنتج ألف كالتكاليفه المشتركة بعد موزعناها كان نصيبه 16 ألف ضيف عليها تكاليفه الخاصة كاتمعطة بـ 8000 واسمها على كمية إنتاجه كانت معطة بـ 4000 في كمية المغزون منه كنا حسبناها لسه حسبناها دلوقتي 500 تطلع 3000 للمنتج باء كالتكاليفه المشتركة بعد موزعناها كان طلع نصيبه 18 ألف نضيف عليهم الخمس تلاف تكاليفه الخاصة واسم اللي يطلع ده على الخمس تلاف كمية الإنتاج منه في المتين المغزون اللي كنا حسبناها من الجدول السابق تطلع 920 للمنتج جيم تكاليفه المشتركة كنا حسبناها بعد التوزيع 8000 وتكاليفه الخاصة كانت معطة بـ 4000 نقسمها على كمية إنتاجه كانت معطة 3000 في كمية المغزون منه كنا حسبناها هنا ألف يطلع 4000 المغزون ده يطرح في قيمة الدخل عشان نوصل لمجمل لتكلفة المبيعات يبدي قائمة الدخل قائمة الدخل ألف باق جيم وإجمالي حضرب كمية المبيعات اللي كانت معطة 3500 من ألف و4800 باق وألفين جيم حضربها في سهر باق الوحدة 12-10-8 حاصل ضربهم يطلع إرادة المبيعات 42 ألف 48 ألف 16 ألف ومجموحهم 106 ألف حنحسب تكلفة المبيعات عشان نطرحها تكلفة المبيعات بيتيج منين؟ تكاليف الإنتاج فيه تكلفة مشتركة تم توزحها اللي كان وزعناها كان نصيب ألف 16 وباق 18 ألف وجيم 8000 مجموحهم 12-42 ألف والتكاليف الخاصة كانت معطة 8000 5000 4000 مجموحهم 17 ألف أجمع التكاليف المشتركة والتكاليف الخاصة يديني إجمالي تكاليف الإنتاج المنتج ألف 24 ألف باق 23 ألف جيم 12 ألف والإجمالي 9 50 ألف أضيف عليها تكلفة مغزون أول مدة ما كانش فيه شرطة 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 ناقص تكلفة مغزون أخر مدة اللي لسه حزبينها في الصفحة السابقة في الشريحة السابقة 3920 4000 والمجموح 7900 نجمع بقى بالنسبة من منتج ألف 24 ألف زائد مفيش ناقص 3000 21 ألف باق 23 ألف زائد مفيش ناقص 920 22 ألف 80 جيم 12 ألف زائد مفيش ناقص 4000 يبقى 8000 والإجمالي 59 ألف ناقص 7920 يبقى 51 ألف 80 يبقى أنا عندي إرادة المبعات هنا وتكلفة المبعات هنا لو طرحت الفرق بين اللي اتنين فرق بينهم هيطلع مجمل الربح يبقى مجمل الربح بالنسبة لمنتج الأولاني الإرادة مبيعاته 42 ألف ناقص استكلفة مبيعاته 21 ألف يبقى الفرق يطلع لـ 21 ألف مجمل الربح المنتج التاني إرادة مبيعاته 48 ألف ناقص تكلفة مبيعاته 22 ألف الفرق بينهم يطلع 25920 اللي هو مجمع الربح المنتج جيم إرادة مبيعاته 16000 نقص تكلفة مبيعاته 8000 يبقى الفرق هنا 8000 بالنسبة الإجمالي 106000 إرادة مبيعات نقص تكلفة مبيعاته 5180 يبقى 54920 نسبة هامش مجمع الربح نجيبها إزاي نسبة هامش مجمع الربح بتساوي بقسم مجمع الربح مقسم على إرادة المبيعات إرادة المبيعات كل ده في 100 طبق كده المعادلة ديت بالنسبة للمنتج الأول مجمع الربحه 21000 أروح أسيمة على إرادة مبيعاته أسيمة على إرادة مبيعاته في 100 تطلع 50% نفس حكاية بق مجمع الربحه 25920 حكاية سيمة على إرادة مبيعاته 48000 في 100 تطلع 54% جيم مجمع الربحه 8000 حكاية سيمة على إرادة مبيعاته 16000 في 100 تطلع 50% بالنسبة للإجمالي كان مجمع الربح الإجمالي 54920 سيمة على 106000 كل مضروف في 100 تطلع 52% حكاية سيمة على إرادة مبيعاته سيمة على إرادة مبيعاته